أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للعملين في قطاع صحفة والإعلام وعائلاتهم في الأراضي المحتلة والذي كان آخره اغتيال المصورة الصحفية سامر أبو دقة وإصابة المراسل وائل الدحدوح وجدت المنظمة في بعين لها دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين بمن فيهم الإعلاميون الذين تعرضون للقتل العمد والاعتقال على خلفية عملهم الصحفي وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من ثمانين صحفيا فضلا عن اعتقال أكثر من خمسة واربعين آخرين منذ بداية العضوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية